عايز اقول حاجة على المغرب وليد الريكراكي الموديل الفني للمنتخب المغرب في المباراة قبل الاخيرة المباراة الثانية للمنتخب المغربي امام الكنغ وحصلت الخناء الشهيرة جدا بين قائد المنتخب الكنغولي ولعبي والجهاز الفني للمنتخب المغربي وكان فيه شد وجذب وجري وخناءات وحاجات كتيرة جدا مهم النهاردة نلكاف دون ان يصدر قرارا رسميا واضحا تمام؟ قرر يوقف وليد الريكراكي على ضوء هذه الازمة اربع مباراة منهم اتنين مع اقاف التنفيذ يعني اتنين مش هيبقى موجود اكيد في الملعب اتنين لو تقرر منه اي فعل هيطبقه بس يعني هو هيغيب عن مبارتين واول مباراة كان غيب عنها هي مباراة اليوم بعد كده الاتحاد المغربي رغم ان الكاف ما نزلش القرار ده رسمي بس هوصل طبعا الاتحاد المغربي قال ان القرار ده كان مجحف جدا من اللجنة تأديبية ليه الاتحاد الأفريق وقرروا ان هما يطعنوا على هذا القرار حي غريبة جدا ما فيش تسجيلات وما فيش حاجة واضحة جدا تقول ان وليد الريكراكي عمل اي حاجة بسا عشان الكلام اتقال انه قال كلام عنصري ضد لعب الكونغو ما فيش حاجة واضحة في القصة دي اللي هو شانس المنبأ لعب الكونغو ما فيش حاجة فيش عادت ضوعة تسجيلات تشوف اي حاجة ما فيش حاجة بتقول انه فيه أبارات بزيئة قام بيها وليد الرقراج النهاردة لعبت المغرب وهم بيسجلوا الهدف في المنتخب الزامبي رايحين يحي وليد الرقراج في المدرجات هو كمان حكيم زياش بيعمل له قلب انت في القلب حاجة غريبة جدا بصراحة تعنت وموقف سيء من الكاف بصراحة في وقت صعب جدا للمنتخب المغربي ان هو وليد الرقراج ما يبقاش في أرض الملعب موجود معهم حاجة في منتهى السوق في صورة النهاردة كمان بالمناسبة عجبتني جدا للجهاز الفني ليه المنتخب المغربي فيه أربعة من الإطار الفني ليه المنتخب المغربي بص الصورة دي وركز معايا فيها ركز معايا قوي بص على التفاصيل واحد ماسك آيباد واحد حاطة تاني آيباد على ستند واحد حاطة اللابتوب قدامه واحد ماسك لسلكي بيكلم شغل أوروبي شغل عالمي مش رابع كاس العالم كده بالصدفة ولا بالحب الناس بتشتغل بشكل رائع جدا وبشكل فيه تطور كبير جدا زي ما بتشوف بيحصل فيه أوروبا لقطة يعني عجبتني في النص كده في نص الحدث بتاع النهاردة ألف مليون مباروك للمنتخب المغربي الصعود للدور القادم مع المنتخب المصري والمنتخب الموريتاني ممثلين للعرب في كأس الأهم الأفريقية هارد لك بكل تأكيد للمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي مصدومين وزعلنين عليهم بكل تأكيد ولكن حظ أفضل في الفترات القادمة